السلام عليكم ورحمة الله سنتحدث عن السبب الأكثر شيوعا لنقص فيتامين باء 12 أولا ما هو فيتامين باء 12؟ إنه أحد فيتامينات باء الأساسية التي يجب الحصول عليها من الغداء ساهم هذا الفيتامين في تركيب الحمض النووي وهو المادة الجينية في الخلايا فهو أساس قريات الحمر والبيض والميالين وهي المادة التي تغلي في جهاز العصبي وتسمح للسليالات العصبية بالانتقال عبر أنحاء الجسم يؤدي تلف الميالين إلى اختلال كهرباء الجسم والشعور بالآلام والمشكلات العصبية كالتصلب المتعدد، التصلب الويحي وغيره وهذا ما يحدث عند نقص هذا الغشاء كما أنه قد يسبب الإرهاق والشحوب والترابات الذاكرة والخوف والزهايمر والاترابات العصبية كاعتلال الأعصاب المحيطية الذي قد يترافق مع ألم القدم أو اليد بالإضافة إلى فقر الدم وتحديدا فقر الدم الخبيث ينتج عن نقص بيطامين باء 12 إلا أن أغلب حالات نقص بيطامين باء 12 لا تحدث بالضرورة بسبب النظام الغدائي بل من تراجع شدة حموضة المعدة أي من نقص حمد المعدة إذ يتطلب امتصاص بيطامين باء 12 درجة شديدة من الحموضة في المعدة في حين يعاني الكثيرون من تراجع شدة حموضة المعدة طبيعيا يجب أن تتراوح شدة حموضة المعدة بين 1 و 3 وهذه درجة شديدة من الحموضة يمكن أن يدل ارتجاع الباء على تراجع شدة حموضة المعدة وتراكم الغازات والانتفاق فمن الضروري انغلاق الصمام أعلى المعدة لهدم البروتين وامتصاص المعادن كالكالسيوم والحديد وغيرهما يعاني ثلث من يتجاوزون سنة 65 من نقص فيطامين باء 12 ويعانون من نقص حمد المعدة لذا يمكن اعتبار هذا الفيطامين بمثابة حل بسيط لمشكلة كبيرة وفي هذه الحالة ينصح بخلي التفاح على شكل حبوب كمكمل أو بإضافته إلى الماء وشربه مع الوجبات بانتظام باستخدام مصاصة لأن شرب خل التفاح كفين بمنح تغيرات إيجابية عند الكثيرين بدون اللجوء حتى إلى تناول فيطامين باء 12 بل يكفي تعزيز حموضة المعدة لتبدأ بعد ذلك بامتصاص فيطامين باء 12 وهذا حل بصير جدا كما يستطلب تعزيز حمض المعدة تناول أحد الأنواع الصحية للملح كالملح البحري لأن نقص الملح يساهم في تراجع شدة الحمض في كثير من الأحيان يعد البوتاسيوم ضروريا أيضا لتعزيز حمض المعدة ويمكن الحصول عليه من الخضار وكذلك اليود إذ أن جمع هذه المعادن ضروري أما عند تعاطي مضادات الحموضة أو في حال ضعف التغذية أو عدم الحصول على ما يكفي من المعادن وعدم اتباع نظام غدائي صحي فإن ذلك يؤدي إلى نقص حمض المعدة وبالتالي نقص فيتامين باء 12 حاولوا أن تباشروا بحل مشكلة نقص حمض المعدة وترقبوا مدى الشعور بالتحسن ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله